ومن العنوين إلى تفاصيل نبدأها من مجلس النواب فقد أدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر معلنا رفضه جملة وتفصيلا باعتباره صادرا من طرف غير ذي الصفة للتعليق على هذه المسألة وأعلن مجلس النواب في بيان له أسفه لهذا النهج الهدام والمغرض ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر مؤكدا أن مصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة والغير صحيح ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في ألوستوديو سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان سيادة اللواء أهلا بك معنا اليوم أهلا بك يا فنم والسادة المشاهدين إذن سيادة اللواء لماذا ينصب برأيك البرلمان الأوروبي نفسه وصيا على الشعوب العربية بطريقة فيها انتقاد واختزال أيضا لبعض المعلومات والمعايير المزدوجة التي تعودنا عليها وكيف رأيك أيضا بالرد الصادر من البرلمان المصري هو طبعا ده بيعتبر تدخل في الشؤون الداخلية المصرية عندما يتم تحقيق إنجازات بنجد هذه الأبواق التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بالرغم من أن مصر هي رصخت مبدأ حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب هي حق من حقوق الإنسان عندما مصر تحقق نجاحات في كل المجالات مجالات ضد الإرهاب أو مجالات في التنمية المستدامة الاقتصادية وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح سيسي دائما ما ينتهج دبلوماسية التنمية وعندما يكون في محافل دولية ويحقق نجاحات كبيرة مثل الآن القمة أو المنتدى سوتي القمة الإفريقية الروسية لذلك بالله أن مثل هذه الأبواق بتظهر وهي بتكون مدفوعة بتأثير أطراف إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار لمصر وتريد أن تضع مصر في موضوع حقوق الإنسان نعم ولكن على ما يبدو سيادة لواء أن هذا البيان ليس هو بيان شديد اللهجة وحسب ولكن أيضا هناك تهديد مباشر بإعادة النظر مع القاهرة كيف نقرأ هذا التهديد؟ أنا شايف أن يجب أن نلتفت إلى ذلك لكن يجب أن يكون مثل مجلس في البرلمان عندما قام برد على ذلك البيان ده مهم جدا برضو كل المؤسسات التي مختصة بحقوق الإنسان لابد أن ترد وتظهر الحقيقة كاملة الهيئة العامة الاستعلامات له دور كبير في الاجتماع بكل وسائل الإعلام الأجنبية وترد أيضا على الاتحاد الأوروبي كل ذلك بيظهر أن مصر ماشي في طريقها مصر بتتبوأ مكاناتها وريداتها ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي كل الدول بتأخذ رأي مصر في حل الملفات والقضايا الإقليمية مصر بتحارب الإرهاب هم يدافعون عن حقوق هؤلاء الإرهابيين وبالتالي يجب أن نجعل المختصين هم الذين يقومون بالرد على مصر بسبب تلك الآراء